موسيقى الفرد رقم اثنان الدورة الاولى مادة اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائية اذا نبدأ الاسئلة اولا قراءة النص بشكل جيد اذا نقرأ النص لعطونا في احد الايام ركب المختار دراجته متجها الى المدرسة التقى بصديقه كريم تبادل التحية وسار معا في الطريق فجأة توقفت السيارات وهنا لمعت عينا كريم فقال ما رأيك لو عبرنا الطريق الآن بسرعة اجابه المختار الاشارة حمراء يجب ان نقف كالاخرين لم يستمع كريم لنصيحة صديقه فانطلق بدراجته مسرعا بعد نهاية اليوم الدراسي اخذ كريم يسخر من صديقه المختار لانه سبقه الى المدرسة بدكائه وحسن تصرفه في اليوم الموالي فوجئ المختار بعدم حضور كريم الى المدرسة فقرر زيارته كي يطمئن عليها ففوجئ بصديقه في الفراش وقد جرحت ساقه لقد حاول عبور الشارع بدراجته رغم ان الاشارة حمراء اعتدر كريم لصديقه لانه لم يستمع الى نصائحه فيما مضى ووعده بان يحترم اشارات المرور من الان اذا نتقلوا الاسئلة السؤال الاول اضع علامة اكس امام المجال النص كذا نطلبوه مننا السؤال الاول باش نوضعو واحد العلامة اكس على المجال دي النص اي نوع دي النص اذا النص فاشي دخل الى نوع دي النص اعطونا الخيار الاول الوقاية من الاخطار ثم الخيار الثاني عالم الاصدقاء والخيار الثالث التقافة والفن اذا فاشي دخل لنا هذه النص واش في الوقاية من الاخطار او لا في عالم الاصدقاء او لا الثقافة والفن اذا وله م Hum وش يعود لنا على الوقاية من الأخطار وش علاء عالم الأصدقاء وش علاء تقافة والفن إذن جواب السؤال الأول أضع علامة X أمام مجال النص إذن لدينا الخيار الأول الوقاية من الأخطار الخيار الثاني عالم الأصدقاء والخيار الثالث التقافة والفن إذن بطبيعة الحال فالنص اللي قرينا فتكلم لنا على احترام القانون دي السير وكيفية دي الوقاية من هاد الأخطار دي الطارق إذن غدين نوضعه الخيار الأول هو الخيار الصحيح إذن فالنص يتكلم لنا على الوقاية من الأخطار وبالضبط من الأخطار دي الطارق إذن نوضعه علامة X على الخيار الأول هو اللي السحيح إذن الوقاية من الأخطار هنوضعه علامة على الخيار الأول أما عالم الأصدقاء والثقافة والفن فما تتكلم لنا النص على هاد الخيارات بجوش إذن نتقل للسؤال الثاني أكمل بمفردات عائلة كلمة جرح إذن نطلبوه مننا باش نعطوه لعائلة دي الكلمة دي الجرح إذن مثلا نقوله العائلة دي الكلمة فهي الكلمة لمشتقة من نفس الحروف إذن خاصنا نلقاوه الكلمة لعندها نفس الحروف لعند الكلمة دي الجرح إذن جواب السؤال الثاني أكمل بمفردات من عائلة كلمة جرح إذن الجواب إذن بالنسبة للجرح كما قلنا فخاصنا نعطوه كلمة لمشتقة من نفس الحروف دي الكلمة دي الجرح إذن عندنا كلمة جراح وعندنا كلمة جرح لهي الفعل إذن فجرح فهي اسم كلمة وجرح فهي فعل ثم عندنا مجروح ثم عندنا جارح إذن عندنا جراحة جارحة مجروح وجارح إذن إذا لاحظنا فهذه الكلمات فهو ما عندهم نفس الحروف دي الكلمة وهذه هي جراحة وهذه هي العائلة دي الكلمة جرح إذن نتقلوا للسؤال رقم ثلاثة ما ضد الكلمة التالية دكاء إذن نطلبهم من نفس السؤال الثالث باش نعطوه ضد الكلمة دكاء إذن جواب السؤال رقم ثلاثة ما ضد الكلمة التالية دكاء إذن الجواب إذن ضد الكلمة دكاء هو غاباء إذن نضع غاباء إذن نتقلوا للسؤال الرقم أربعة أضع عنوان مناسب للنص إذن نطلبهم من نفس السؤال أربعة باش نعطيه واحد العنوان ليكون مناسب لهذا النص لقرنا إذن جواب السؤال الرقم أربعة أضع عنوانا مناسب للنص إذن العنوان المناسب للنص هو احترام قانون السير أو مخاطر الطريق إذن قد نكتبوا احترام قانون السير كعنوان ديالهاد النص إذن نتقلوا للسؤال الرقم خمسة أذكر شخصيات النص إذن نطلبوا من نفس السؤال الرقم خمسة باش نعطيه الشخصيات اللي تتكلموا لنا فهد النص إذن جواب السؤال الرقم خمسة أذكر شخصيات النص إذن الجواب شخصيات ديالهد النص فهما المختار والصديق دياله كريم إذن فشخصيات اللي عندنا فهذا النص فهما مختار وكريم إذن نتقلوا للسؤال الرقم خمسة ماذا طلب كريم من صديقه المختار إذن في السؤال الرقم خمسة طلبوا من نا قالوا لنا شنو قال كريم للصديق دياله المختار إذن جواب السؤال الرقم خمسة ماذا طلب كريم من صديقه المختار إذن شنو طلب كريم من الصديق دياله المختار الجواب طلب منه عبور الطريق بسرعة دون اخترام لإشارة المرور إذن فكريم طلب من المختار باش يقطع الطريق بوحد السرعة وخدوا الحمر شعر إذن طلب منه عبور الطريق دون اخترام إشارة المرور إذن نتقلوا للسؤال الرقم سبعة هل سمع كريم لنصيحة صديقه إذن قالوا لنا في السؤال الرقم سبعة واسمع كريم واسمع كريم النصيحة لقدمها له صديق دياله المختار إذن جواب السؤال الرقم سبعة هل سمع كريم لنصيحة صديقه إذن الجواب لا لم ينصت كريم لنصيحة صديقه المختار إذن الجواب لا ما اسمع كريم لنصيحة لقدمها له صديق دياله المختار هذا المختار الصديق دياله ما شافوا بها يقطع الطريق وخدوا شعر الحمر فقال لي خاصك تحترم القانون ديال السير قال لي أدرى خطار علك وعلى المستعملين ديال الطريق لكن كريم ما اسمعش لنصيحة لقدمها له صديق دياله المختار ترجمة نانسي قنقر